السلام عليكم ازايكم عمين ايه يارب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي وكل خير ان شاء الله بازن الله برج العقرب جايبالك تفاؤل و جايبالك طاقة ايجابية وان شاء الله بازن الله هتطلع من اللي انت فيه منصور بفضل ربنا سبحانه الله واتحانه صلى علي حبيب عليها افضل الصلاة والسلام قدر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر اللهم باشن بما انتظر منك وانت خير المبشرين اول تعليق هتلاقي لينك قناة اختي عاملة فيديو لعلاج السحر اتمنى تدخل عليه وتشوف الفيديو بنفسك الفيديو ده وصفة جميلة جدا هي جربتها عن نفسها وفضل ربنا سبحانه الله و تعال اتخطبت وان شاء الله بازن الله هنزلكم فيديو الخطوبة هتنزله لكم يلا برج العقرب احضروا معايا كده علشان انا شايفة ان انت عندكم طاقة ايجابية وعندكم خير بس دايما وراك تعبين بص يا برج العقرب اول حاجة يا برج العقرب في حياتك انت تعبت من الغدر والخيانة وخصوصا الاقارب منك خصوصا الاقارب منك يعني الاقارب منك ازوك وظلموك واخدوا حقك لدراك ان انت حاليا ضعيف ضعيف بسبب ان هم هجموك بسبب ان هم طعنوك بسبب الشخص اللي انت كنت واسق فيه وكنت حبه وخزلك خانك اللي منهم سرقك واللي منهم بينك وبينهم مشاكل واللي بينهم متدخل طرف تالت وعملك حوارات واللي تعبك نفسيا ناس كتير جدا عملالك مشاكل وعملالك طاقات سلبية شايفة كمان انه كان فيه حد عزيز على قلبك توفى كان فيه حد عزيز على قلبك يا برج العقرب توفى الحد ده انت كنت بتحبه جدا او كنت بتعزه جدا او كنت بتخاف عليه الله اعلم بس هو كان شخص مقرب ليه توفى كده فجأة وخبر موته صدمك او اعمالك كده انقلبات بطريقة رهيبة في حياتك شايفة لك كمان ان انت دخلت في علاقات كتير وما فيش اي علاقة كملت ابدا انت برج العقرب من المواليد الطيبة جدا من المواليد الطيبة جدا بس دايما عندها غدر دايما عندكم غدر وعندكم طعنات فوق ما انتوا تتخيلوا شايفة لكم كمان حد دخل بيتكم اخد منكم اعز حاجة عندكم حد دخل بيتكم اخد منكم حاجات معينة في حياتكم لدرجة ان هو خربتكم لدرجة ان هو طلع من حياتكم وجي عليكم انتوا حاليا حاسين بالغدر وحاسين بالظلم وحاسين بخيبة الامل فانا شايفة ان هنا عندكم تغيير بفضل ربنا سبحان الله و تعالى وعندكم انتصارة حلوة جدا وهيبقى عندك بفضل ربنا سبحان الله و تعالى خروج من الهموم بس احذر من تعبين لو سوشوش الملايكة احذر من تعبين لبسة و سوشوش الملايكة و انت بتديهم انت عارف مشكلتك ايه ان انت لما حد بيدخل حياتك بتدي كتير شايفة لك انا كمان يا برج العرب حد من برج العزراء حواليك حد من برج العزراء حواليك وبيعرف كل اخبارك فخلي بالك منه شايفة كمان ان انت برج العزراء جاي عليك برج العزراء يا برج العقرب جاي عليك حاليا انت بقيت عايز تبعد عن كل الناس مش عايز تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معاه بدأت تقول راحتي في بعدي عن الناس درقة انت بعيدة عن ناس كتير جدا وخرجتي ناس كتير جدا من حياتي فشايفة لك باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى هتطلع من اللي انت فيه و هتكون منصور انت عندك علاقة مع برج الجدي او فيه حد عندك من برج الجدي الحد ده تعبان ونفسيته تعبانة الحد ده تعبان ونفسيته تعبانة بص يا برج العقرب انت كل ما بتكون ناوي على حاجة ما بتكملش كل ما بتأسس حاجة كل ما بتعمر حاجة كل ما تاخد خطوة لقدام بتلاقي نفسك متربط وبتلاقي نفسك مش عارف تعمل ايه ولا تاخد اي قرار في حياتك ولا تخطي حطوة لقدام بسبب العيون عليك بسبب انه ايه الناس وراك وراك انت حاليا بتمر بارهاك بارهاك جسدي وعقلي عندك صراع بينك وما بين قلبك عندك امور كتيرة جدا مع اداك ومدقات بس خلي بالك راجل العرب انت عندك انطلاقة جديدة وعندك فرحة في ارض بيتك بس اكتم وداري اكتم وداري بمجرد ما هتكتم وهاداري هتلاقي الكرم وهتلاقي الفرحة حق قدامك الناس اللي حواليك كلهم منفقين بس برضو واقفين جنبك وبيقولك احنا بنحبك واحنا بندعمك وكلام كتير جدا بس هما من الناحية التانية صدقني مش كويسين خالص يعني هما بيطعنوا فيك بكل الطرق وانت ما تعرفش ولا تدري ولا تداري لازم تحاول ان انت تقف على ارض صلبة زي ما كنت لازم تحاول تقف على ارض صلبة زي ما كنت انت كنت واقف على ارض صلبة وما زلت هتقف على ارض صلبة يا برج العقرب انت حاليا بتمر بنفسية فيها بعض الارهاق فيها بعض التعب بينك وما بين الشريك مشاكل بينك وما بين الشريك ارهاق بينك وما بين الشريك حاجات كتيرة جدا ابني سعدتك على نفسك مش على اي شخص يدخل حياتك اغلب الاشخاص اللي هما موجودين في حياتك دول كلهم بوشين اغلبهم بتعود مشاكل اغلبهم عايزين يعملو لك حوارات ويعملو لك مشاكل فوق ما انت تتخيل بلاش الفضول يقتلك اكتم وداري وبلاش تتكلم فيه اشخاص بتدخل بتكتم اشخاص بتخرب بينك وما بين الشريك تخرب بينك وما بين الاشخاص المقربين ليك بعض موليد برج العقرب انت هيكون عندك فرحة باذن الله من اكبر مشاكل برج العقرب انه دايما بيعلق كل حاجة على الشخص اللي هو في حياته الفرحته طمحاته شغلات اي حاجة بتخص حياته بيعلقها على بعض الاشخاص الموجودين في حياته انت لازم تكتي لازم تداري ولازم تعرف تحط عينك في وسط راسك حط عينك في وسط راسك علشان ربنا يكرمك ويوسع رزقك اغلب برج العقرب حاليا تعبنين جسديا ونفسيا من كتر الالم دايما بيقول اللهم اخفف عني او جاعي ويا رب ايش في موليد برج العقرب انا شايفه لك هنا يا برج العقرب فيه خبر حلو فيه شخص في ديئة او في خانقة او في تعب فيه شخص في ديئة او في خانقة او في تعب شايفه كمان يا برج العقرب ان انت فيه شخص فقطه فيه شخص تعبك نفسيا الله أعلم بس أنا شايف لك أن أنت هيكون عندك خبر حل أنت مشكلتك يا برج العرب العشم الزايد اللي بتاخده على الناس بسرعة بتاخده على الناس بسرعة ما بتعتبش بس لما بتزعل بتزعل مرة وحدة بعد موليت برج العقرب عندهم فرصة حمل للفترة القادمة بإذن الله وهيكون عندكم بشرة سرة هتفرحكم بإذن الله لو وعت عليك مشكلة يا برج العقرب ما تنساش أنه ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك انت حزفت أشخاص من حياتك وده أكتر حاجة أنت عملتوها أكتر حاجة أنت عملتوها أنت حزفتوا أشخاص من حياتكم وبدأتوا تتصرفوا بعقلية أكتر بدأ عقلكم يشتغل أكتر عن الأول ما بقتش تخاف على زعل أي حد وما بقتش تركض زي الأول وتراضي أشخاص ما كانش ينفع أنت أصلا تخليهم في حياتك من البداية شايفة كمان يا برج العقرب أنت هنا عندك انطلاقة حلوة وعندك فرصة جديدة في أرض بيتك عندك انطلاقة حلوة وعندك انطلاقة جديدة في فرص بيتك وشايفة كمان أنه بعد موريد برج العقرب عندكم نجاح حلو جدا وعندكم علاقة جديدة أو ارتباط جديد أو حاجة معينة هتديك انطلاقة حلوة وهتديك فرحة في أرض بيتك فأنا عايزك دايما تركز على هدفك دايما تركز على اللي أنت عايزه وتعرف ازاي تقرب من ربنا علشان انا شايفة ان ربنا شايل لك حاجات حلوة جدا شايفة كمان ان الفترة دي برج العقرب انت بتحس بكسر رهيب وفاقت حاجات كتيرة جدا ومن كتر الضغوط النفسية بدأت تظهر على شكل وجع في جسمك زي اصداع ووجع في الظهر ووجع في المفاصل شايفة كمان ان النوم متلغبط جدا من كتر التفكير ولو بتنام بتحلم وبتفكر في حاجات كتيرة جدا الحالة دي مؤثرها عليك ومؤثرها على حياتك ومؤثرها على اولادك من كتر التفكير انت لو نايم يا برج العقرب بتحلم باحلام مزعجة بتحلم باحلام مزعجة الناس اللي حواليك مش حاسين بيك الناس اللي حواليك مش حاسين ليك طول الوقت قلبك مجبوض وحاسس ان انت خايف من حاجات مش عارف هي ايه حاسس طول الوقت انه نقصك حاجة ومش سعيد ابدا في حياتك عنده خوف وقلق من الايام يا برج العقرب الفترة دي مش طويلة صدقني هتعدي بسرعة وباذن الله هترجع لوابعك الطبيعي بفضل ربنا سبحان الله وتعالى برج العقرب من الاشخاص اللي هي الحاجة اللي بيحسها بتحصل على طول عنده حدوث الحاجة قبل ما تحصل بس انا شايفة كمان انه فيه شخص بيفكر فيك وهتلاقيه فترة اللي جاي دي هيتصل بيك احلامك بتتحقق بكل الطرق يا برج العقرب احلامك كلها بتتحقق وبالفعل هيكون عندك فرصة جديدة وعندك انطلاقة حلوة باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى اعرف رسالتك من ربنا هي ايه برج العقرب ان ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك وهيديك الانطلاقة اللي انت عايزها انا عارفة ان انت اطعنت كتير عارفة ان انت عندك الكولون عندك توتر غير طبيعي عندك حاجات كتيرة جدا في حياتك مأثرة فيك فيك عامل لك مشاكل الله اعلم بس انت اطعنت كتير جدا واكتر طعن من اقرب الناس لك يعني انت اطعنت من اقرب الناس لك رغم ان انت قوي جدا وبتمر بظروف صعبة بس برضو بتعافر وبتجاهد عشان خاطر توصل وتكمل بتعافر وتجاهد عشان خاطر توصل وتكلم انت رميت كل حاجة وراك يا برج العقرب رميت كل حاجة وراك شايف لك خبر حلو بس كمل زي ما انت عندك عزيمة وعندك امور عايز تعملها كمل وجاهد وعافي كمل وجاهد وعافي الناس اللي انت خسرتها دي خلاص انساها وراحت لحالها وشايف لك هنا كمان يا برج العقرب ان انت هيكون عندك توفيق في حياتك باذن الله وهيكون عندك انطلقات حلوة بفضل ربنا سبحان الله وتعالى حصل نفسك اول باول يا برج العقرب ابعد عن اي توتر ابعد عن اي مشاكل ابعد عن حاجات كتيرة جدا شايفة كمان يا برج العقرب ان انت هنا بتتألم في موضوع مدايئك وفي موضوع محيرك وعمل لك توتر غير طبيعي في موضوع مدايئك في موضوع محيرك في حاجة شغلة بالك لها فترة كبيرة جدا اولا مش عارف تالي خلص منها ثانيا مش عارف تعمل ايه يعني انت مش عارف تعمل ايه طيبة قلبك دايما بتغلب عصبيتك طيبة قلبك دايما بتغلب عصبيتك انت قلبك طيب جدا قلبك طيب جدا ومن كتر ما هو قلبك طيب جدا دايما بيضربوك دايما بيطعنوك دايما بيدوك الجزء الحل وبتلاقيهم بيبينولك ان هم كويسين وان هم حلوين وهم من وراك حاجة تانية يا برج الحقرب بس انا شايفة لك ان انت هتبعد عن الامور السلبية وهتدخل في طاقة ايجابية الفترة اللي جاية واخيرا هتلاقي الامور الحلوة في شخص من الابراج النارية بيتابعك وعايز يتكلم معاك ممكن يكون برج الاسد او برج الحمل او برج الكويس الشخص ده عايز يتوصل معاك بكل الطرق هو عايز يتوصل معاك شايفة لك ان انت لديك قضية في المحكمة او عندك امور في الدولة او رقم ورس جايلك المهم انه هيكون عندك رز جايلك بس لازم تحافظ عليه لازم يا برج العقرب تحافظ عليه شايفة كمان انها هيكون عندك نقلة جديدة او هيكون عمل جديد او ترقية بسبب مجهودك اللي انت ليك فترة بتبزل فيه اقصى شايفة كمان ان انت هنا هتقابل شخص انت بتحبه وهو برضو بيبدلك نفس محبة هتتقابله وهتبقى بينكم مناقشات وبينكم كلام وهيبقى عندك بينك وما بينه كلام كتير جدا شايفة انه في حد يا برج العقرب حشر نفسه في حياتك وعايز يعرف كل حاجة انت بتعملها عايز يعرف كل حاجة انت بتعملها حشر نفسه بطريقة رهيبة جدا شايفة كمان يا برج العقرب ان انت هنا عندك انعزال تاما عن الناس وبتحاول ترجع لوحدتك بطريقة مختلفة يعني انت من الفترة دي ولا عايز تتكلم مع حد ولا عايز حد يكلمك عايز بس تفضل لوحدك ومش عايز اي حد في حياتك انت اصلا مش عايز اي حد في حياتك بسبب ان انت اتخزلت منهم كتير وكمان اتطعمت منهم كتير ومش لقي اي نتيجة منهم ولا لقي اي حاجة عافر وجاهد وكمل علشان توصل الهدفك عافر وجاهد وكمل علشان توصل الهدفك هدفك قدامك هدفك قدامك محدش هيقف معاك محدش هيكمل لو مكنتش انت هتوصل الهدفك بنفسك مش هتوصل السبب اللي هو يا برج العقرب في انهيار علاقاتك العاطفية هو ان انت بتربط الاحداث ببعض وبتطلع النتيجة الرهيبة وبتعرف ادي ان الشخصية اللي قدامك دي شخصية مش كويسة بس انا شايف ان برج العقرب عنده امور حلوة جدا الوضع هيتحسن معاه وهيبقى عنده امور عكس ما هو يتخيل وبإذن الله يكون عنده فرحة في ارض بيته اه وهيبقى عنده انطلاقة بس انت لازم تعافر وتجام وتقوم كل حاجة وما تقولش انا تعبت او انا عندي مشاكل او الكلام ده كله لأ او او الكلام ده انا عايزك تعافر وتجاهد وتكمل وتوصل لهدفك هدفك قدامك حاول تستغله علشان خاطر محدش هتلاقيه عارف مصلحتك اكتر من نفسك وانت بس اللي تعرف مصلحتك فين ومصلحتك تعمل بيها ايه فانت عارف مصلحتك فين كمل عليها كمل عليها وما تسمحش لاي حد انه هو يتدخل حتى في خصياتك اكتم مداري وكمل اكتم مداري وكمل فرصتك بين ايدك حاول ان انت تستغلها حاول ان انت تمشي عليها حاول تعرف انت عايز ايه علشان تقدر تكمل شايفة ان برج الفتاة العقرب رغم صغر سنها بس لها جبير جدا 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 وتقدر توزن الامور حتى لو ايه تقدر توزن الامور بشكل مختلف دايما بتسرح وبتطلع النتيجة اللي هي عايزاها دايما بتسرح وبتطلع النتيجة اللي هي عايزاها ممكن لما تغلط معاها ما تعدبكش في نفس الوقت بس يعني لو فكرت ان انت تلعبك او فكرت ان انت بس تعمل اي حاجة صدقني صدقني يا برج العقرب انت اللي هتندم وانت اللي هتخسر كتير جدا جدا انت اللي هتخسر كتير جدا لو حبيت تلعب مع برج العقرب للاحسن انت ما تلعبش معه عندك كلمة حلو اقول هالو بلاش ان انت ايه تزود من همومه ولا تزود من مشاكله علشان هو وقت ما هيفيد به صدقني مش هيكون فاكر ولا حتى يعرفك وقت ما هيبعد عنك هيبعد علشان هيقول ان انت ازتني هتقول ان انت ازتني فانت اقف على الارض صلبة زي ما انت واقف وكمل وحلم وجاهد وعافع علشان صدقني مش هتلاقي الشخص اللي انت عايزه ولا هتلاقي الشخصية المحبوبة اللي انت بتتمنها بالعكس هتلاقيهم كلهم اشخاص بتعود مصلحتهم وانت اكتر حد عارف ان كل الاشخاص اللي حواليك بتعود مصلحتهم الجديد في حياتك يا برج العقرب ان انت هيكون عندك امور حلوة هيكون عندك حب جديدة علاقة جديدة بس ارمي الامور اللي فاتت كلها ورا دهرك وركز بس على هدفك وركز بس على مستقبلك من وقت للتاني بتشعر بالضيئة والخنقة ورا بعض وحس ان انت حياتك فيها بعض التجمعات اللي ملهاش اي لازم شايفة كمان يا برج العقرب ان انت هيكون عندك تجمعات حلوة تجمعات عن الحب وعن السرور وعن الحياة الجميلة بس اعرف انت عايز ايه انت هم حاجة يا برج العقرب تعرف انت عايز ايه وان شاء الله بإذن الله ربنا مش هيخيب ظنك ابدا هتلاقيه بيكرمك وهتلاقيه بيوسع رزقك وهتلاقيه بيديك الانطلاقات الحلوة اللي انت محتاجها يعني الحاجة اللي انت محتاجها هتلاقيه هو بيدهالك وبتلاقيه بيدعمك وهتلاقيه دايما واقف جنبك رغم كل الضغوطات رغم كل الغدر رغم ان هم تخلوا عنك بس انت ابتعادك عنهم راحة وبقيت منعزل من كتر الضغوط اللي حواليك ومن كتر ما هم الناس ازينك وعملين لك مشاكل غير طبيعية عملين لك مشاكل غير طبيعية بدأت ان انت متتكلمش مع كل الاشخاص بدأت ان انت تكون لوحدك بدأت ان انت متتكلم ما تكونش زي الاول بدأت ان انت تعافر وتجاهد على حسب نفسك بدأت ان انت تعافر وتجاهد على حسب نفسك شايفلك هنا انطلاقة شايفلك هنا انتصار شايفلك فرحة شايفلك خير شايفلك رزء شايفلك امور كتيرة جدا بس انت اعرف انا بس برددلك الكلام كتير علشان عايزك تركز على هدفك تركز على مستقبلك واللي يقول لك احنا معاك انت هتغلط احنا وقفين جنبك احنا هندعمك صدقني صدقني اول ناس هتبعد عنك خلي بالك واخد حذرك من بعض الاقارب ليك اللي هم بوشين اللي حزينك وبيقولولك احنا والله مش عارفين انت حياتك ماشي ازاي الكلام ده كله لا يا برج العقرة هم بس بياخدوا منك كلام انت جواك حزن وجواك بركان بس بتضحك رغم كل الحاجات الوحشة اللي جواك عندك مكالمة او رسالة فيها بشرة خير ليك وفرحة كبيرة انت متوقعاش الفترة القادمة وعندك مواجهة مع زميل ليك بيدبرلك مقيدة وشايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك رؤية في المنام باذن الله هتديك الانطلاق الحلوة وهتديك فرصة جديدة وهتديك امور من السعادة وامور من الرزق وباذن الله هتديك امور من الهنة فاي فالك كمان ان انت منتظر مكالمة من حد مهم وكمان يا برج العقرب شايفة لك ان انت هنا هيكون عندك عدو مقرب ليك فتخلي بالك منه وعندك عودة حبيب او رجوع منفصل او علاقة هترجح حلوة جدا وشايفة كمان ان انت هنا في حاجة ملتزم بها عايز تشتريها وشايفة كمان ان انت قدامك طريقين خلي بالك منهم كويس جدا علشان تقدر تستغل الطريق الصح وتعرف رزقك فين وتبني عليه مستقبلك انت ما بتعرفش تنام جنب حد ودي احسن حاجة فيك ان انت بقعدت وعزلت نفسك عن اي حاجة شايفة كمان ان انت هنا بتتعامل مع شخص يوميا والشخص ده للأسف مش قادر يشوفك يرتاح ولا قادر ان هو ما يأذيكش يعني لازم يأذيك انت حاسس بديقة وخنقة لانك تسرعت في حكمك على شخص وبتتكلم كتير فحاول تكتم ودائي وتبطل كلام عن حياتك وعن مستقبلك شايفة كمان انه في حد هيعترفلك ان هو بيحبك وانت كالعادة هتكون متردد وهتكون خايف تكمل وهتبقى عايز تجري هتبقى عايز تجري الرزق قادم ليك الخير قادم ليك عندك رسائل حلوة جدا هتديك الانطلاقات وهتديك الفرحة بس اعرف انت عايز ايه عندك خطوة جديدة الخطوة دي هتكون مغمرة في حياتك بس هتبقى خطوة جديدة والورق اللي انت مستنيه هيخلص بإذن الله وهيبقى عندك انفراجات وهيروح الهم والحزن والتعب وهتدخل في الطاقة الإيجابية وهتدخل في الأمور الحلوة كرأتك كلها بتدل على الخير وبتدل على الرزق بشراتك عندك بشرات سارة عندك انطلاقات حلوة عندك فرحة في أرض بيتك فأنا شايفالك أيامك اللي جاية هتكون فيها من بعض السعادة وفيها من بعض الهنى وهيبقى عندك أمور حلوة جدا بإذن الله بس شايفالك واحدة عجوزة عيونها سودة وبشرتها بيضة واحدة عجوزة وعيونها عجوزة وعيونها سودة وبشرتها بيضة دي بتغير منك وكرها حب الناس ليك وبتحاول دايما توشوش صورتك قدام الآخرين فأنت خلي بالك واحذر منها عشان هي لو مبينالك إن هي بتحبك فهي إنسانة مش كويسة بالعكس هي خبيسة وعملالك مشاكل بكل الطرق أنت حاليا مصدع وعندك ألم في الظهر وخمول غير طبيعي عندك خمول غير طبيعي أنت مستنى مين يكلمك أو مستنى مين يدعمك في شخص من الأقارب أو شخص مقرب منك بيفكر يأذيك فخلي بالك أديني بقولك لأول مرة تشعر إن روحك فيها حاجة معينة حاسس بالملل حاسس بالكسل حاسس ببعض الإرهاق اللي في حياتك أنت متواضع جدا في حياتك ومتواضع جدا مع نفسك وبإذن الله يكون عندك الانطلاق الحلوى وعندك الفرحة بس شايفة كمان أنت عندك مشكلة صحية يا برج العقرب عندك مشكلة في الصحية أو في حاجة أنت بتعملها صحيا أزياد فحاول تخلي بالك شايفة لك كمان يا برج العقرب أن أنت هنا هتسعد نفسك بنفسك وهتعرف أعدائك اللي هو عامل عدوك اللي عامل على هيئة صديق وهو بيخونك من وراء ظهرك هو أصلا بيخونك من وراء ظهرك بس قدامك عامل أنه هو عدو حبيبك ودايما بيتلاقيه واقف جنبك بس هو بالعكس أنت ما عندكش أي استقرار ولا مديا ولا عاطفيا ولا أي حاجة لما تكون رايح مشوار الصبح ما بتعرفش تنام يا برج العقرب من كتر ما أنت منتظر أو من كتر ما أنت بتقول يا رب إيه اللي هيحصل إيه يا هعم إيه اللي هيحصل من كتر أسئلتك كتير جدا يا برج العقرب أسئلتك كتير جدا جدا أنا شايفة لك كمان أنت عايز تشتري حاجة في حاجة عايز تشتريها في حاجة عايز تعملها الله وأعلم شايفة لك كمان مناسبة عائلية حلوة جدا المناسبة دي هتديك بشرة سرة وهيبقى عندك تحسن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى في حياتك بشكل ملايكة هتدخل حياتك عندك مشروع جديد المشروع ده هيكون كله خير ليك وهيبقى عندك قضية او محكمة هتكسبها باذن الله بس شايفالك ان انت هتعرف كل اعدائك وكل الاشخاص اللي حواليك وهتعرف مين بيحبك ومين بيقرهك ومين عايز مصلحتك ومين جايب لك اخبار حلوة ومين 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 هتعرف حاجات كتيرة جدا فانا عايز اقول لك تاني ان حواليك ناس في كمة الحكت والغيرة وكمة قلة الادب فانت خلي بالك وركز جدا على هدفك ركز جدا على مستقبلك وابعد عن اي حد يأذيك سوق ظمك في الناس مخيبش الحاجة اللي بتحسها بتلاقيها بس في حد هيقدم لك المساعدة الفترة اللي جاي برج الحقرب فيه ايد هتمدلك المساعدة مساعدة هتجيلك من شخص ما كانش يخطر على بالك ان هو في يوم من الايام ممكن يساعدك ما كانش يخطر على بالك ان هو في يوم من الايام ان ممكن يساعدك الفترة اللي جاية دي مش هتعرف انت رايح فين ولا جاي منين من كتر ما انت امورك هتبدأ تتزبط وهيكون عندك معجزة حلوة جدا هتحصل انت ملامحك بريئة وعيونك دايما انجزابة للاشخاص الاخرين بس انا عايزاك تكون ملك في نفسك الاسبوع ده على رغم الارهاك اللي فيه والتعب الجسدي بس ربنا هيعوضك وهيفرحك بيه حاجات كتيرة دي دا انت ما كنتش متخيلها حلمك مش مستحيل حلمك مش صعب بس ركز وعافر وجاهد علشان توصل ليه بكل سهولة عافر وجاهد وكمل علشان خاطر توصل بيه لكل سهولة شايفلك سعادة من غير متوقعة شايفة ان انت زي الجبل بتتحمل اسية وبتتحمل حاجات محدش يستحملها ابدا وعلشان كده عايز اقول لك ان ربنا هيكرمك وهيوسع رزك وهيديك الانطلاق اللي انت مستنيها تحياتي لك يا برج العقرة وتمنى لك